اي طلع وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم علي حيدان بالعاصمة المؤقتة عدن على سير عمل الإدارة العامة لمكافحة المخدرات جاء ذلك خلال لقائه بمدير عام مكافحة المخدرات بوزارة الداخلية العمير عبدالله أحمد الأحمدي وثمن وزير الداخلية خلال اللقاء جهود رجال مكافحة المخدرات في المحافظات المحررة والإنجازات التي تمت خلال كشف العديد من محاولات التهريب سواء في البحر أو البر ومعرفة العمليات التي تتبعها عصابات تهريب وترويج المخدرات والممنوعات واستمع وزير الداخلية من مدير عام مكافحة المخدرات إلى نتائج زيارته الميدانية إلى محافظات عدن وأبيا وشبوى وحضرموت والمهرة للإطلاع على سير عمل فروع المكافحة والتحديات التي تواجههم والمخترحات التطويرية لرفع كفاءة رجال المكافحة لمواجهة عصابات ترويج وتهريب المخدرات والممنوعات